السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم فرحة تزيل الهموم وتبكي العيون وتمحي ما مضى من غموم الحياة اللهم الهمني اتسامة لا تغيب وصبرا لا ينفذ وروحا بك متعلقة وحمدا لك لا ينقطع نستودعك يا الله أدعية فاضت بها القلوب فاستجب لنا يا كريم يا علام الهيوب وبشرنا بما يفرح القلوب طبعا اليوم توقعتنا اليوم السبت 15 نيسان إبريل القمر الآن موجود في برج الدلو وفي ساعات المساء رح ينتقل مساء يوم السبت رح ينتقل لبرج الحوت يعني في عنا خلوب مسار وأيضا اليوم في عنا تشكل لزوايا إيجابية ممكن استغلالها لأنه رح نحقق من خلالها بعض المكاسب المالية طبعا القمر الآن موجود في برج الدلو ورح يظل طبعا لغاية ساعات المساء زي ما ذكرنا الآن هو موجود في منزلة سعد الأخبية وهي للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة التسعة وثمانية وثلاثين دقيقة من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة بما أن القمر رح يظل موجود في برج الدلو لغاية ساعات العصر تقريبا وما بعدها فمنشعر أنه بحاجة ماسة إلى التغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا لبيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي موسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نذكرها اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي بين الشمس وبين بلوتو وقلنا أنه هاي تاثيراتها مستمرة لغاية يوم 28 أربعة ذروتها يوم 24 طبعا بسبب هاي الزاوية بثور أعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين هاي الزاوية بتضع عقبات في طريق نجاحنا وبتسبب لنا عدوات خفية كما بتزيد من حدة شهوتنا السلبية اللي ممكن إنها تشكل نوع من أنواع الضرر الصحي وبرضو اللي بيعانوا من أمراض ينتبه لصحتهم خصوصا الأمراض المزمنة ينتبه لصحتهم بشكل جيد أما دوليا فهي بدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة أو حكومة ما بالتعبئ ضد بعض الجماعات اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين والتعري الأمور المناخية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين زحل وهاي مستمرة لغاية يوم 21-4 طبعا بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة بسبب هاي الزاوية هاي الزاوية برضو بتزيد من غيرتنا وحبنا للتملك وميلنا للاكتئاب والنزاعات مع المحيط بدل على تراجع في المنتوج الفلاحي ومنتوج مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والصناع الحرفية بسبب الإهمال والتكاسل اللي بيغلب على موظفي هذا القطاع برضو هاي الزاوية بتقلل من عطاهم بعض المؤسسات المالية والبنكية بتعرف اضطراب في المداخيل بسبب سوء التدبير والتبذير وبيعانوا برضو اللي بيشتغلوا في المجال الفني من الكساد وقلة المبيعات وبتقل الحفلات أو السهرات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ وبتزيد الالتزام عند الناس وتقيدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهي مستمر تأثيرها لغاية يوم 17 أربعة هي بتدفع بحضوضنا بصورة عامة بتقوي إرادتنا بتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف هذا الاتصال بيجلبنا الحظ والنجاح وإمكانية أن يكون لنا دور اجتماعي مهم بتنحققه من خلال حياتنا المهنية أو حتى على المستوى المادي وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل مع القمر أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهي رح تكون ذروتها الساعة 2-7 دقائق فجراً بذوقيت جرينيش يعني تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح تبتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء سلبي غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعي التأثر عنيدين غريبين الأطوار وبتعرضنا لتغيرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدل على أن بعض الأشخاص بتدفعهم للعلاقات العابرة واللي ممكن نتعرضهم للفراق بتدل على استياب في الرأي العام من تضييق الحريات وبتدل على وقوع حوادث مفاجئة داخل الجماهير أو التجمعات أو التكتلات البشرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون ذروتها الساعة عشر وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني تأثيرها من ساعات الصباح لغاية ساعات المغرب تقريبا منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبرضو بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية هاي زاوية بتمنحنا طيلة اليوم العطف والمودة بنحضة بشعبية عالية تعطينا فرص لمكاسب مالية التحسن على المستوى الصحي الحضوض عند الجنس الآخر والنجاحات مادية كما بتساعدنا في التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالدل على حال من الاستقرار والأمن والتفاؤل في الرأي العام للمجتمع وزيادة في مداخل المؤسسات المالية والبنكية ونجاح العلاقات التجارية والدبلوماسية المبرمة في هذا اليوم أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون ذروتها الساعة ثلاثة وخمسة عشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها برضو بتبدأ من ساعات الضحى تقريبا اللي هو ما قبل الظهر وبتستمر لغاية ساعات المساء منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منطلق المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل منصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا برضو بالتوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية وأيضا تعطي دفع لبعض الأشخاص إنهم يحصلوا على مكاسب مالية طبعا بتدل على حسن حالة الشعب والرأي العام من الحكومة أو الملك أو الرئيس توفر جو من السلام والاستقرار في البلاد ازدياد منتوج بعض الصناعات خصوصا الغذائية منها بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار لأنها هاي الزاوية آخر زاوية بتتشكل مع الكواكب الرئيسية للقمر فعشان هيك بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة 13 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة 10 و56 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ليكون القمر انتقل من برج الدلو لبرج الحوت هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زوهج او شراء شيء ثمين بل اكمال الاعمال اللي كنا محددينها ما قبل خلو المسار يعني اي شيء كان كنا متفقين على تنفيذه ما قبل خلو المسار وايجا خلو المسار كمل فيه فبكون الاتفاق ما قبل خلو المسار ولكن البدء بشيء جديد هو اللي احنا ما مننصح فيه الساعة 10 و56 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج القمر خلاص بنتقل واستقر في برج الحوت عشان هيك من ساعات المساء المتأخرة بتبلش الناحية الروحية تلعب دور بارز في حياتنا نشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين من الذمر نكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيذرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي طبعا في هاي الفترة اللي هي فترة وجود القمر في برج الحوت بنقع في حبائل الغرام بوسع التأمل والصلاة لأنها فترة روحانية بامتياز والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور وقتنا أي شيء له علاقة بالفن مثل آل التصوير أو معدات فنية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات المساء المتأخرة عنا بطة الساق والكاحل والساق وترى العرق بعضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أما من ساعات المساء والأيام التي تليها فعنا بصير الأعضاء الأكثر حساسية القدمان أصابع القدم الغد النخامية والغد الصناوبرية الإندروفين اللي هو الهرمون المسكن للألام والميتالونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم هدولة اللي بصير فيهم خلل خلال وجود القمر في برج الحوت عشان هيك بنشعر بالآلام أكثر من المعتاد وبصير عنا قلق والطراب بالنوم وكوابيس وأضغاث أحلام بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل طالما إنه ما في خلوه مسار الفترة مناسبة حتى لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح أيضا هذا اليوم لعزلة الشعر الزائد ولكنه لا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه يصلح للقص التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه رح ينتقل لبرج الحوت معناة خلوه المسار القادم بيبدأ يوم الاثنين سبعت عشر أربعة في تمام الساعة ستة وستة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى صباح يوم الثلاثاء ثمانتاش أربعة الساعة وحدة وتسع دقائق فجرا لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره أربعة وعشرين يوم في تمام الساعة اثناش وثلاثة وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل بصير خمس وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير اثنين وعشرين في المية في ساعات متأخرة من مساء اليوم السبت أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيد بنسبة ستين في المية القمر في الدلو بدو ينتقل للحوت في ساعات المساء ورح يضل في الحوت لغاية صباح يوم ثمانتاش أربعة منتحس الآن بنسبة خمس وعشرين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة عشرة في المية في ساعات العصر أو عند المغرب تقريبا بصير منتحس بنسبة خمسة عشر في المية ولكن في ساعات المساء بعد الزاوية وخلو المسار بصير منتحس بنسبة أربعين في المية عطارت في الثاور حتى يوم واحد وعشرين أربعة منتحس بنسبة عشرة في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم سبعة خمسة منتحس بنسبة عشرة في المية المريخ في السرطان حتى يوم واحد وعشرين خمسة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الحمل حتى يوم ستاش خمسة سعيد بنسبة خمستاش في المية زحل في الحوت حتى يوم سبعتاش ستة سعيد بنسبة خمستاش في المية غرانوس في الثاور حتى يوم تسعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمستاش في المية نبتن في الحوت حتى يوم ثلاثين ستة سعيد بنسبة خمستاش في المية وبلوتو في الدلو حتى يوم ثلاثين أربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية يعني ديش أذكركو بالنسبة لللايك وال والديسلايك والأمور هاي لأنه الفترة الماضية أنا ما ذكرتكو في الموضوع وقلت يعني كثير حقولي أنه يعني مش منيحة بحقك يعني أنك ظلك تحكي فقلت أسكت أنا عشان أشوف ولقيت أنه الأمور نزلت أو تراجعت فعشان هيك ما تنسوش حبيت أذكركو يعني وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعا بظل في نشاط بالعلاقات الاجتماعية وعلاقاتكم مع الأصدقاء خلال هذا اليوم ممكن تحصله على مكاسب من بعض الأصدقاء أو لقاء أو دعوة أو اجتماع العلاقات الاجتماعية هي اللي بتلعب دوره ممكن يدعمك أحد معارفك في مسألة ما ويحاول أنه يساعدك في مسألة صعبة عليك شوي أو تستشيره في مسألة ما الأجواء الاجتماعية هي اللي ممكن تحقق منها المكاسب طيلة اليوم أما في ساعات المساء فهنا القمر رح يوصل لبرج الحوت اللي هو بيت متاعبك فعشان هيك بتصير فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم وبتكوا تحاذروا من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا عمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل اليوم أكثر مكاسبكم رح تكون من خلال عملكم وعلاقاتكم مع المسؤولين ممكن تنجزوا بعض الأعمال أو تحققوا بعض المكاسب برضو اللي بيبحثوا عن عمل اليوم مناسب جدا وممكن ينعرض عليكم فرص أو عروض جديدة الأجواء جيدة وممكن حتى تدافعوا عن أي شخص بيحاول إنه يتأمر على سمعتكم تدافعوا عن نفسكم بشكل قوي خلال هذا اليوم أو إنه يعني تثبت أو ييجي دليل براءة على إنه أنتوا بريئين من هاي الاتهامات أما من ساعات المساء فهنا القمر رح ينتقل لبيت العلاقات الاجتماعية رح تتوجه لكم دعوة أو تنشطوا ما بينكم بين أصدقائكم ومعارفكم برضو رح يكون في مجال لبعض المكاسب من المعارف أو من علاقاتكم خلال هذا اليوم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا الأجواء بظلها مناسبة جدا طيلة اليوم لأمور إليها علاقة بالاتصالات والعلاقات مع أشخاص خارج البلاد أو مع الأجانب أو مراسلات أو امتحانات جامعية أو مقابلات برضو على المستوى العاطفي ممتاز جدا اللي بيشتغلوا في مجال التسويق أو في مجال التجارة أو بأي مجال إليه علاقة بالمكاسب المالية مع الأجانب برضو رح يحصلوا اليوم كثير من الأشياء المميزة أما من ساعات المساء هنا بدكوا تنجزوا أو تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها بتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية ممكن أنه ينعرض عليك شيء مميز أو تنجز بعض الأعمال اللي رح تكون لمصلحتك أهم شيء تحذروا من الاندفاع أو التهور برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا التركيز رح يضل على الأموال المشتركة في مكاسب مالية لها علاقة بالأموال المشتركة يا قرب يا دعم مالي يا مال زوج زوجي أميرة تسترد أموال لإلك وبرضو ممكن تهتموا بحل بعض المسائل المالية زي قرض أو دين تفحصوا حساباتكم المشتركة ولكن بتكن تنتبهوا من المصاريف للزيادة خلال هذا اليوم ونتبهوا على أموالكم وما تغامروا وتجازفوا أما من ساعات المساء فهونا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات البعيدة علاقاتكم مع الأجانب أو مع أشخاص خارج البلاد ممكن اليوم يجيكوا خبر كنتوا بتنتظروه إلكوا فترة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم فبيظل التركيز كله على اللي هي تعزيز شراكاتكم سواء شراكات العمل شراكات العاطفة علاقاتكم مع الأحبة ممكن اليوم يصير فيه عمل مشترك أو إنكوا تتفقوا على فعل شيء أو أمر ما الأجواء جيدة ودعم لإلكم بقوة ورح يكون في كتير من المكاسب على مستوى شراكاتكم أما من ساعات المساء فهونا بتنهمكوا في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أهم إشي إنه اليوم ما في داعي للمجازفات أو إهمال أي عمل لأنه هذا الشيء ممكن يعرضك لمشاكل في العمل وضبط الأعصاب مطلوب في ساعات المساء ممكن تحصل على مكاسب مالية أو تسترد أموال إلك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً بتكون تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل لأنه القمر مازال موجود في البيت السادس اليوم الإهتمام كله على العمل علاقاتكم بالزملاء إنجاز بعض الأعمال المهمة تحصيل مكاسب من عمل معين تسويق أو التجارة في عمل معين ممكن أن تستفيدوا أو يجيكم مردود مالي من وراها طبعاً هذا الأمر ممكن عند البعض يهتموا بمسائل إلها علاقة بالصحة أو مراجعات طبية أما في ساعات المساء وأن القمر بصير مقابلكم تماماً بترغبوا في تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم مع الأحبة ولكن بدكوا تحذروا من النزاعات مع الشريك إن كان في العاطفة أو في العمل عشان ما تكبر المشاكل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بتظل العاطفة قوية عندكم بشكل كبير وبتميلوا لتقرب من أحباكم والتجاوب معهم الحظ بيدعمكم بشكل قوي خلال هذا اليوم فممكن اليوم تحصلوا على مكاسب أو على عاطفة أو على مصالحة أو تقرب من الأحبة أي خبر عن أحد الأبناء أمور إلها علاقة بهواية ما يعني الأجواء كثير ممتازة خلال هذا اليوم لغاية ساعات المساء بعدها القمر طبعاً رح ينتقل للبيت الثامن هنا الأمر رح يركز على أمور إلها علاقة بالعمل علاقاتكم مع زملائكم إنجاز بعض الأعمال المهمة ممكن تهتموا لبعض المسائل اللي إلها علاقة بصحتكم أو صحة أحد الأحبة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة أمور بيتية تصلحات وترميمات مشتريات واجبات بيتية مناسبة دعوة حفلة أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للأمور الأخرى فهي ممكن يكون لك موقف معين لحل مسألة عائلية ممكن يضمنها سوء تفاهم أو خلاف ولكن بعقلانيتك ممكن أنك تحل الأمر بإمكانك التقرب والتفاهم مع أحبائك خلال اليوم بالكامل أهم شيء أنه في فترة خلو المسار ابتعد عن المشتريات اللي إلها علاقة بالبيت من ساعات المساء طبعاً هنا الأجواء بتتغير بشكل قوي جداً والحضوض بتدعمك بشكل كبير لأن القمر رح يصير في البيت الخامس فرح تصير فترة فيها حض عاطفي ومالي التقرب من الأحبة والمصالحات والأولاد والهوايات والتجميل والأمور الأخرى أيضاً برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً التركيز رح يظل على الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات اليوم أنت رح يكون عندك نشاط عالي جداً بتحركاتك باتصالاتك بحواراتك بنقاشاتك حتى على مستوى الامتحانات رح يكون مميز اليوم ما رح تهدأ وتيرتك اليوم في كثير من المزايا والمكاسب والإقناع ممكن تسوق لسلعة معينة أو تسوق لمشروع معين ورح تحصل مكاسب اللي بيشتغلوا في مجال التجارة برضو رح يستفيدوا بشكل قوي في دعم مالي بالنسبة لإلكم أما في ساعات المساء هنا التركيز رح يكون على البيت وعلى العائلة أهم إشي أنه تحاول أنك تكون مرن واجتماعي وتستفيد من هاي العلاقات الاجتماعية العائلية لأنه ممكن تحل بعض المسائل اللي كانت شوي صعبة في الأيام الماضية الأجواء رح تدعمك بشكل جيد ولكن انتبه أثناء قيادتك للسيارة وأيضا انتبه من مزاجك لأنه في بعض الأوقات بيكون حاد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هم تقريبا نقدر نحكي أكثر الأشخاص من أكثر الأبراج حضوظا من خصوص الأمور المالية اليوم رح تحصل على مكاسب مالية إن شاء الله طبعا المكاسب هاي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم هدايا بأي صفة المهم أنه في مكاسب مالية لازم تتحرك لا تحصل عليها الأجواء برضو جيدة على مستوى الاهتمام بأي أمور مالية أخرى ولكن دون المغامرات التجارية دون الرجوع لناس تستشيرهم فيها أما من ساعات المساء طبعا هنا القمر رح ينتقل للبيت الثالث فرح تنشطوا بالاتصالات والحوارات والنقاشات وأيضا بالتنقلات والاهتمامات رح تكون كثيرة وطاقتكم رح تكون مميزة بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم النشاط أعلى من الأيام الماضية وعندك قدرة عالية لحل أي مسألة على المستوى العاطف الأجواء ممتازة جدا وهذا الشيء بيقرب علاقاتكم مع الأحبة وخصوصا مع الجنس الآخر بإمكان كل يوم تبادروا بأي موضوع عندكو الطاقة لحل أي مسألة الأمور مميزة جدا فلازم استغلالها أما من ساعات المساء فهنا القمر رح يوصل لبيت المال فعشان هيك بتصير الأمور لها علاقة بمكاسب مالية تيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم أو هدايا أو ترتيب لبعض المكاسب المالية اللي رح تيجيك في الأيام القادمة مثل تقديم مشروع أو تسويق لسلعة معينة برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب ولكن رغم هيك إلا أنه الزوايا اللي رح تتشكل فيه خلال النهار رح تحصل على مكاسب مالية من خلالها من مؤسسات كبيرة إذا كنت بتعمل في مستشفى أو تعمل في شركة كبيرة أو تعمل في حكومة من الدوار الحكومية أو شركة دولية فممكن تحصل من خلالها مكاسب عالية جدا اليوم ممكن يجيك بعض العروض اللي تكون برضو مميزة وخصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا بالمعاملات التجارية أو الأمور اللي لها علاقة بسندات القبض أما بالنسبة للأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال البيت والعائلة هدولة أشخاص اليوم روحانياتهم عالية جدا ومتفرغين للعبادة والتسبيح والذكر أكثر شيء بميل عليهم الشفافية أكثر في ساعات المساء الأجواء طبعا بتكون ممتازة جدا لأن القمر رح يوصل لعندكم فهذا بعطيكم طاقة إيجابية عالية جدا بتعدلكم الطاقة لعلكم وبتحسن من مزاجكم بتحسن من صحتكم وبرضو بتعطيكم دفعة للبدء بفترة جديدة وقوية طيب هيك أنا خلصت ولكن حطيتوا اللايك أو الدسلايك سبيتوا علي في الكومنتات أو في التعليقات تحت يعني أعملوا لكم إشيء يعني أنا أبدأ ذكركم لأن الفترة الماضية طنشتوني أنتو ماشي هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء